أحبائي، أخواني، أخواتي، الزائر الذي يأتي من إيران، من أفغانستان، من نيجيريا، من باكستان، من أي دولة، من بريطانيا، من أي دولة من يدخل أراضي العراق يصبح زائراً حسينياً بعد ما يكون جنسية. وهذا واحد من أهم الأهداف التي تحققها هذه الزيارة الأربعينية والمشاية بشكل خاص تكسر هذه الحواجز الوطنية، الحدودية، الجنسية، اللون، الشكل، الجغرافية. لماذا؟ لأن العراق عاصمة الإمام المهدي الذي سيظهر ليملأ الأرض كلها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. هل الإمام الحج عندما يظهر ويريد الناصرين والأنصار ليلتحقوا به هل سيطلبوا الإذن؟ طبعاً لا. ترجمة نانسي قنقر